اهلا بكم مشاهدينا الى ساعة اخبارية من العربية يقدمها لكم ابراهيم بدر ونسهلها بابرز العنوين غارات روسية على مشاءات اوكرانية للطاقة وواشنطن ستسرع نقل انظمة مضادة لطائرات لكييف اتساع رقعة الاحتجاجات في ايران رغم القمع ودعوة اممية لوقف الانتهاكات ضد الاطفال ولي عهد الكويت يفتتح اعمال مجلس الامة ويدعوه للابتعاد عن المهاترات ويتعهد بمحاسبة الحكومة اسرائيل تتخلى عن اعترافها بالقدس عاصمة او استراليا تتخلى عن اعترافها بالقدس عاصمة لاسرائيل وتل ابيب تحتج والسلطة الفلسطينية ترحب انا بكم مشاهدين قبل الخوف في تفاصيل هذه النشرة نشير الى الانباء العاجلة حيث اكد القضاء العراقي انه بصدد اصدار مذكرات قبض ضد اصحاب الشركات التي حصلت على 2.5 مليار دولار من الضرائب واكدت محكمة الكرخ انها ستستدعي مسؤولي الهيئة العامة للضرائب في قضية فساد بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار تجددت الغارات الروسية في العاصمة الاوكرانية كييف حيث سمع دوي انفجارات جديدة كما شهدت اعمدة الدخان تتصاعد في شمال العاصمة وقالت الرئاسة الاوكرانية ان ثلاث غارات روسية استهدفت موقعا للطاقة في كييف واعلن حاكم جوتيمير انقطاع الكهرباء والماء في المحافظة بعد الضربات الروسية هذا واكد التقرير الاوكرانية استمرار حال التأهب الجوي في جميع انحاء البلاد خاصة في كييف واودسا والفيف وتشنهيف وغيرها في السياق ذاته اكد مسؤول في وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون ان واشنطن ستسرع نقل اول انظمة صواريخ ناسماس المضادة للطائرات الى كييف في الاسابع المقبلة في الوقت ذاته اكد متحدث في البنتاجون ان واشنطن نقلت بالفعل الى كييف عددا كبيرا من انظمة الدفاع الجوي المختلفة بما في ذلك اكثر من الف نظام صاروخه مضاد للطائرات من طراز ستينجر الى ذلك ارتفعت حصيلة استضام مقاتلة روسية بمبنى سكني في مدينة بيسك جنوب غربي البلاد الى 13 قتيلا بحسب السلطات الروسية وذكرت السلطات ان من بين القتلى ثلاثة اطفال فيما اصيب 19 شخصا بالحادث وانهت فرق الانقاذ عمليات البحث في المبنى السكني الذي اندلعت فيه النيران جراء الاصطدام واتت على خمسة من طوابقه التسعة وكانت المقاتلة من طراز سوخوي 34 تقوم بجولة تدريبية قبل تحطمها في المدينة الواقعة على حدود اوكرانيا وبحسب الطيارين الناجيين فان سبب الحادث هو اشتعال احد محركات الطائرة خلال الاقلع وانضم الينا من بلغرود جنوب غرب روسيا مراسل العربي عبدالجواد الرشد اهلا بك عبدالجواد بداية لو تطلعنا على الاوضاع في المدينة التي تعرضت خلال ايام الماضية لقصف مستمر كيف هي الاوضاع هل هدأت ام ما زال التسعيد سيد الموقف مرحبا ابراهيم بالفعل تدهور كبير في اوضاع المدينة وخاصة على الشريط الحدودي المتاكم للاراضي الاوكرانية نلاحظ بان التقارير العسكرية وتقارير سلطات هذا الاقليم تتحدث عن اشتباكات واختراقات على الشريط المتاخم لمقاطعة الخاركث يلاحظ دخول طائرات من دون طيار يتم اسقاط عدد منها حسب السلطات المحلية طبعا سلطات المدينة توجهت للسكان في تقرير صباح اليوم لمحاولة معرفة اقرب ملجأ يعني محيط بالابنية السكنية بالاضافة لانها طلبت في هذا التقرير من سكان المدينة ادخار الطعام والماء تحسبا لأي اوضاع واي تصعيد قد يحدث في المدينة او في وضواحيها نلاحظ ابراهيم عمل نظام الدفاع الجوي الروسي نسمع بين الفينة والاخرى انفجارات في سماء المدينة سكان هذه المدينة يتحدثون عن سقوط شازايا من الصواريخ التي يتم تعطيلها او تفجيرها في احدى نقاط المدينة نحن لم نلحظ هذه الشازايا حتى هذه اللحظة باعتبار اننا لتوصلنا الى مقاطعة بيليغراد لكن كما نلاحظ من الجو العام للمدينة ابراهيم يعني توتر حاصل نلاحظ يعني ندرة عنصر الشباب في الشوارع خاوية بعض الشيء من السيارات ونحن الآن نقف في مركز المدينة يعني هذا هو المبنى المشهد ربما مماثل في كييف للمشهد لديك هل هناك اي تصريح من السلطات الروسية حول طبيعة الهجمات التي يتم شنها على العاصمة كييف خصوصا انها تستهدف مواقع غير عسكرية هل تأتي انتقاما من السهداف بيليغراد ام ان هناك مبررات اخرى ابراهيم يعني الهجمات التي يقوم بها الجانب الروسي على كييف كما تحدثت موسكو هو كان الانزار الاخير للسلطات الاوكرانية في حال قصف اراضي روسية يدور الحديث الآن عن استهداف عدد من المناطق الروسية داخل الشريط الحدودي من المنطقة الغربية الجنوبية للاراضي الروسية اضافة الى استهداف دانياتسك اضافة الى استهداف خيرسون وموسكو اصبحت تعتبر هذه الاراضي من الاراضي الروسية وهي خط احمر بالنسبة اليها لذلك نلاحظ كلما زادت تصعيد وكلما زادت الضربات من قبل الجانب الاوكراني على هذه الاراضي نلاحظ ازديادا في ضربات موسكو وفي ردتها يدور الحديث عن صواريخ تطلق من البحر الاسود عبر سفء وهي صواريخ كاليبر طبعا نلاحظ بمقاطع وشرائط الفيديو القادمة من هناك والتي يتم نشرها في معظم مواقع التواصل الاجتماعي ايضا الكثير من الوكالات الاعلامية الاوكرانية تتحدث عن اعلان حالات الطوارئ عن اغلاق بعض الشوارع عن دخانية تصاعد والسنت النيران في مدينة كييف وفي ضواحيها يعني موسكو استهدفت خلال الاسبوع الاخير عددا من المحطات الكهربائية ايضا لا بد من لفت الانتباه ابراهيم الى موضوعها بان مدينة بيلغراد التي اقف فيها الان تعرضت ايضا محطتين لتوليد الكهرباء لضربات اوكرانية شاهدنا طبعا في مقاطع الفيديو التي نشرتها السلطات المحلية بان النيران تتصاعد من المحطة الاكبر وسلطات المدينة اعلنت في تقريرها اليوم انه من الممكن ان تنقطع الكهرباء عن بعض المناطق في مدينة بيلغراد لكن حتى هذه اللحظة الجو مقبول نوعا ما اذا ما تم مقارنته بدانيتسك او بمناطق اخرى نلاحظ بان السيارات يعني ما زالت في الشوارع سكان المدينة متوجهون او يقومون باعمالهم او غير هذا من تلك الامور هذه هي الصورة ابراهيم من مدينة بيلغراد هي المدينة المتاخمة للاراضي الاوكرانية ولمقاطعة الشرقية شكرا جزيلا على وجودك من مدينة بيلغراد جنوب غرب روسيا مراسل العربية عبدالجواد الرشد قالت وزيرة الخارجية الالمانية ان المانيا تجهز قواتها لتكون مستعدة لاتفاعي عن دول حلف الناتو عندما تطلب الامر واشارت خيرا لمؤتمر السياسة الخارجية الى ضرورة التنسيق بشكل افضل بين الدول الاوروبية حول استخدام السلاح بشكل مشترك واشارت الى ان المانيا ستدعم اوكرانيا في صراعها مع روسيا كلما تطلب الامر مؤكدة ان السلام الذي تحدده روسيا بشروطها لن يكون سلاما للشعب الاوكراني نشطون مسلم الرواه تتابعون فيها بعض الفاصل واشنطن تهدد بمعاقبة اي مرتبط ببرنامج الطائرات المسيرة الايرانية اهلا بكم مشاهدين قبل الفاصل كنا نتحدث عن السهداف روسيا لمشأة الطاقة في كييف وباقي المدن والان وكالة الانباء الفرنسية تؤكد انقطاع الكهرباء في العاصمة الاوكرانية كييف ومناطق اوكرانية اخرى بسبب القصف الروسي المستمر على منشآة الطاقة قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية قال ان بلاده ستفرض عقوبات على اي شخص يتعامل مع ايران او له صلة بالطائرات من دون طيار او تطوير الصواريخ الباليستية او بتدفق الاسلحة من ايران الى روسيا نحذر اي شخص يتعامل مع ايران او يمكن ان تكون له اي صلة بالطائرات بدون طيار او بتطوير الصواريخ الباليستية او بتدفق الاسلحة من ايران الى روسيا الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام عقوبات ضد الجنات نبقى في ايران حيث دانت لجنة حقوق الطفل التابع الامم المتحدة بشدة انتهاكات النظام الايراني لحقوق الاطفال وذلك خلال حملته القمعية ضد المحتجين على مقتل الشابة الكردية مهسى اميني اللجنة الاممية اوضحت في بيان لها ان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الاطفال في ايران يجب ان تتوقف وان تخضع لتحقيق معمق من قبل سلطات مختصة مستقلة ومحيدة واضافت لجنة حقوق الطفل التابع الامم المتحدة ان ثلاثة وعشرين طفلا على الاقل قتلوا برصاص قوات الامن الايرانية او بعد تعرضهم للضرب المبرح بعد توقيفهم من قبلها اللجنة الاممية اشارت الى ان العديد من الاسر الايرانية تعرضت لضغوط من اجل اعلان انتحار اطفالها او الادلاء باعترافات كاذبة لتبرئة قوات الامن اذا وزير الخارجية البريطانية يقول لجوء روسيا لتنفيذ هجمات بالمسيرات افعال يائسة كنا نشير الى ادانة واشنطن لكل من يتعامل مع ايران بموضوع المسيرات على كل حال سنتابع هذا الموضوع بمزيد من التفصيل ينضم الينا من لندن البحث في الشأن الايراني عارف نصر ادانات بريطانية اوروبية امريكية لمن يتعامل مع ايران لكن لا موقف واضح من ايران التي هي ضالعة في زعزعة الاستقرار في المنطقة والقرصنة في دول متعددة وزعزعة استقرار الكثير من الدول وربما اذكاء الصراعات من خلال تزويد روسيا بهذه الطائرات المسيرة لماذا لا يأخذ المجتمع الدولي موقفا حاسما من ايران بدلا من انصاف المواقف التي نسمعها تحية طيبة لك استاذ ابراهيم والمشاهدين العربية الكرام الواقع هذا الامر ناتج من عدة نغاط يجب اخذها بعن الاحتبار اهمها بان هناك لوبيات ايرانية موجودة في الولايات المتحدة الامريكية وكذلك في اوروبا وبالتالي حتى بعض النواب من اليسار الاوروبي والامريكي هم ربما يدعمون فكرة التعامل والتعاطي مع الجانب الايراني اضافة الى ان هناك الكثير من الملفات المفتوحة اهمها ان هناك اعتقاد بان ايران وصلت الان الى العتبة النووية وربما هذه العتبة النووية لا يمكن او يجب التعامل معها بحذر اضافة الى ذلك لا اسمح لي فقط على المقاطعة اذا كانت ايران تقوم بكل هذه الافعال قبل الوصول الى العتبة النووية ماذا ستفعل بعد الوصول اليها بالفعل يعني ايران الان في العقلية التي تحكم الجانب الايراني هناك دفع بان تكون هي احدى القوى التي تهيمن على على الأقل الشرق الاوسط والمحيط الاسلامي وهناك توسع وتمدد بهذه العقلية لا تغف عند حد منذ الايام الاولى للثورة ومفهوم تصدير الثورة لذلك اعتقد بان على العالم الان يعي وخاصة العالم العربي الذي هو المتضرر ربما الوحيد بان يجب ان تكون له استراتيجية لردع لردع هذه العقلية خاصة وان الشعب الايراني برمة الان يغف ضد حكومته وهذه التطلع والشعب الايراني هو المتضرر والان يعني لجنة حقوق الطفل التابع الاممتحدة تؤكد بانه يتم الضغط على الاطفال وعائلاتهم لكي يقولوا بانهم انتحروا والنساء ليسوا بمنأة عن هذه السياسة القمعية وحتى المعتقلين في السجون يخضعون لهذه القبضة الحديدية اذا قمع في الداخل وارهاب وتدخل وزعزعة استقرار الدول في الخارج ايران الى اين من وجهة نظركم استاذ عارف نعتقد بان نحن الان عمليا نشهد حراك ثوري لكن عادة على خلاف مثل العالم العربي الذي تكون التحولات الكبرى به سريعة جدا عادة ما تكون الحراك في ايران يأخذ اطول ويكون عبر مخاض هذا المخاض نعتقد بانه بدأ والعالم يشهد بانه ربما تعدى مجرد الاحتجاجات المطلبية والان عمليا يدخل الى حراك ثوري يريد اصغاط النظام لذلك اعتقد بان التحرك ومساندة مطالب الشعوب في ايران هو بامكانه ان يقف او يضح حد الى كل هذه السياسات التي لم تتغير طوال 43 سنة سواء في مجال التمدد الاقليمي او مجال الصواريخ او من مجال النووي لذلك العالم الان امام خيارين اما يقبل ايران بهذه الهيئة وخاصة ربما تتوجه الى الغنبل النووي واما ان يدعم الشعوب الموجودة في ايران هل يفعل المجتمع الدولي ما يكفي لدعم الشعب الايراني الان في احتجاجاته ووقفته ضد النظام يعني ما يريده الآن من خلال المتابعة ممكن ان نجد بان الشعب الايراني لا يعتمد على ربما الجانب الغربي بل يأس من هذا الامر هو ما يريده عنصرين فقط العنصر الاول عودة الانترنت والجانب الثاني هو طرد السفراء وطرد الممثليات التي اصبحت او كارل التجسس في كل العالم هذين العنصرين ممكن ان يؤديا الى زخم كبير في الداخل الايراني الذي بات يعتمد على نفسه له تكتيكاته الخاصة له مطالبه الخاصة التي لا تغف ضمن الدستور الايراني بل تتعدى ليصغاط النظام الحالي برمت تداعيات استمرار هذه الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثانية على موقف ايران في الخارج هل ترى انها ستؤثر على اللحمة الداخلية وبالتالي ستضعف موقفه خارجيا يعني يبدو لي بان النظام الايراني لا يريد ان يعترف بهذا الامر لا يوجد بالعالم اي دولة حتى في كوريا الشمالية عندما تواجه مظاهرات تخرج بمناورة عسكرية للحرس الثوري بالامس شهدنا الحرس الثوري بكل عدادة وعديدة خرج بمناورة عسكرية وذلك لإيصار رسالة الى الشعب بان ستواجهون هذه الجيوش وهذه السلاح اذا ما استمريتم بهذه المظاهرات وهذا لم يحدث بالعالم برمته لذلك اعتقد بان الموقف النظام ولاية الفقيه متصلب ولا يتجاوب حتى مع شعبه وحتى المطالب التي ربما عادية وضمن الدستور الايراني لا يتجاوب معها لا داخليا ولا شكرا جزيلا على وجودك معنا البحث في الشأن الايراني عارف نصر كنت معنا من لندن مباشرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيئ السمعة بعد ان شبت النيران في احد اكبر بنايات المجمع قبل ايام وكشفت الصور عن احتراق كامل لاحد اسطح الابنية في السجن اشتركوا في القناة افتتح نائب امير الكويت وليو العهد الشيخ مشعل احمد دور الانعقاد العادي الفصل الاول التشريع السابع عشر لمجلس الامة ودع وليو العهد الكويتي اعضاء مجلس الامة الى الارتقاء بالعملية الدموقراطية والبعد عن المهاترات ونأمل شعبا وقيادة سياسية من اعضاء السلطة التشريعية الارتقاء بالممارسة الدموقراطية والبعد عن اضاءة جلسات المجلس بمهاترات ومشاجرات ورفع الجلسات قبل موعدها وارتفاع الصوات خرجت عن ادب الحوار وعدم الحضور المقصود لاجتماعات لجان المجلس المختلفة فهذه الامور والمسائل لا تحقق الاهداف المرجوة من المجلس لهذا نأمل من اعضاء السلطة التشريعية التركيز بدلا من كل ذلك على تعزيز الدور الرقابي للمجلس وعلى تفعيل دوره التشريعي والمزيد متابعة تنضم الينا من الكويت مراسلة العربية شهر المتروك سبع الخير شهر بداية لو تطلعين على ابرز مجاة في كلمة ولي العهد الكويتي خلال افتتاح دور الانقاد العادي الاول دعم ابراهيم طبعا اليوم هو اول جلسة لدور الانعقاد السابع عشر والذي افتتحه نائب سمو الامير وولي العهد الشيخ مشعل الاحمد افتتح فيه جلسة اليوم والقى فيها الخطاب الاميري التي حقيقة كانت الكلمة شاملة من ناحية توجيه وربما اعلان عن برنامج ربما توصية لتحقيق مصالح الشعب تحدث فيها عن التعاون وضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وجه فيها كلمة ايضا خاصة للسلطة التشريعية وضرورة النزول للشارع وتحقيق مصالح الشعب يعني وتحقيق ما يرغب به الشعب ايضا اعلن عن ربما برنامج فيه مواطنين سريين او شخصين سريين يقومان بمتابعة عمل الحكومة لتحقيق ما يرغب به المواطن في الجهات الحكومية المختلفة وايضا اكد بانه هو اول من سيقوم بمحاسبة عمل الحكومة سواء كان هناك تقصير او ملاحظات سيقوم هو بنفسه شخصيا بمتابعة هذا العمل ايضا وجه كلمة خاصة للسلطة التشريعية وهو لاعضاء مجلس الامة دعا فيها لعدم التدخل باختصاصات السلطتين التشريعية او التنفيذية والقضائية وبالتالي الجميع يعمل وفق الاطر والمواد الدستور ووفق اعمالهم داخل هذا المجلس ايضا دعا فيه الى نواب المجلس دعاهم الى عدم ان يكون او لا الا يكون ملف الخارجين عن القانون هو من ضمن الاولويات على حساب طبعا المصالح التنموية وخطط التنمية لان ذلك قد يعطل المسيرة التنموية والاصلاحات التي يطالب بها الشعب يعني هو اكد بان الحكومة او بانهم لن يقوموا بالتدخل ايضا في عملية التصويت على رئيس مجلس الامة ونائبه وايضا المراقب والامين لمجلس الامة وبالتالي هي ستكون عملية مقصورة على نواب مجلس الامة خلال الجلسة اليوم يعني متوقع طبعا ان يتم اختيار رئيس المجلس ونائبه خلال الجلسة اليوم طبعا تلا كلمة سمو الامير رئيس مجلس الامة رئيس السن مرزوق الحميني وبعدها رئيس الوزراء الذي اكد يعني او طرح برنامج واولويات تهم الحكومة منها ملفات التعليم والصحة والرعاية السكنية هذه الاشياء طبعا كان يطالب بها الشعب منذ وقت طويل ولذلك قال بانه سيكون هناك برنامج ضمن اطار زمني ستعلن عنه الحكومة قريبا وايضا سيكون هناك برنامج جهاز سيقوم بمتابعة عمل الحكومة للإعلان عن نسب تنفيذ المشاريع واين وصلت هذه المشاريع وانجازاتها وغيرها بعدها طبعا رفعت الجلسة توجهوا الى قاعة الاعضاء السلام على ولي العهد وتنتهي وبعدها ستقوم بالاستدامة مرة ثانية شكرا انت اجبت عن سؤال الثاني حول جدوى العمل جلسة اليوم انا اشكرك على هذه الاحاطة الشاملة مراسلة العربية شهر المتروك كنت معنا من الكويت تراجعت استراليا عن قرار الحكومة السابقة الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل وقالت انه يجب حل قضية وضع المدينة من خلال محادثات سلام بين اسرائيل والفلسطينين وذكرت وزيرة الشؤو الخارجية الاسترالية بني وونغ ان بلادها ستظل دائما صديقة مخلصة لإسرائيل وانها ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش فيه اسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية بسلام داخل حدود معترف بها دوليا وفي رد الفعل الإسرائيلي دعا رئيس وزراء إسرائيل يأيد لابيد الحكومة السورالية إلى مراجعة موقفها بعد قرارها بسحب اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل وأتبر لابيد أن القرار تم اتخاذه كرد متسرع على أخبار غير صحيحات في وسائل الإعلان هذا واستدعت الخارجية الإسرائيلية السفير الأسترالي لديها لتقديم احتجاج رسمي في حين رحبت السلطة الفلسطينية بقرار أستراليا وانضم إلينا من القدس مراسل العربية زياد حلبي أهلا بك زياد بداية لو توضح لنا ما ذكره لابيد بأن هذا القرار تم اتخاذه كرد فعل متسرع على أخبار غير صحيحة في وسائل الإعلان ما المقصود بهذا الأمر زياد عمليا لابيد يحاول تخفيف الأضرار أيضا داخليا إسرائيليا في خلال حملة الانتخابات طبعا هذا القرار ليس يعني وليد اللحظة أستراليا عمليا هناك مفاوضات مدير عام الخارجية الإسرائيلية كان في أستراليا وأجرى محادثات حول هذا الموضوع حاول أن يقنع الأستراليين بأن عليهم الإبقاء على القرار الذي اتخذ قبل أربع سنوات عمليا وما يرمي إليه لابيد أيضا كان حديث داخل أستراليا على ما يبدو حول نية إسرائيل ضم مناطق في الضفة الغربية وإنهاء حل الدولتين على الأرض وما إلى ذلك أي كان بالنسبة لإسرائيل هذه صفعة لأن عمليا إسرائيل منذ نقل ترامب السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس عمليا تحاول إقناع دول أخرى بالقيام بخطوات مماثلة مع نجاح يكاد لا يذكر بخلاء دول صغيرة جدا كانت أستراليا مهمة في هذا الموضوع بالنسبة لإسرائيل الآن التراجع عن هذا الموضوع يسبب الكثير من القلق والغضب في إسرائيل لهذا أيضا كانت ردة فعل لابيد سريعة لأنه يدرك أيضا بأن خصمه في الانتخابات سيتهمه رغم أن هذا الأمر ليس كما قلت وليد اللحظة بأنه تسبب أيضا في تراجع الأستراليين عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل هذا الموقف الأسترالي زياد من خلال متابعتك لهذا الملف هل يعود لحسابات داخلية في أستراليا أم يتعلق بنهج إسرائيل فيما يتعلق في موضوع حل الدولتين والتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين بالنسبة للسواد الأعظم أكثر من 99% من دول العالم لا تعترف بالقدس الغربية ولا تنقل السفارات لسبب واحد وهو وجود قرار من مجلس الأمن والأمم المتحدة لا يعترف بضم إسرائيل عام 67 للقدس الشرقية المحتلة للقدس واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل بهذا المعنى الأمور تتم ولكن فيما يخص أستراليا تحديدا الحكومة السابقة عمليا قبل أن يأتي حزب الليبر إلى الحكم كانت عمليا صديقة لليمين في إسرائيل واتخذت القرار قبل أربع سنوات بالاعتراب بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل بدون أن تنقل السفارة الأسترالية إلى القدس الغربية الآن جاء حزب العمال الأسترالي وتراجع عن هذا الموضوع كما بات واضحا شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات زياد حلبي مراسل العربية كنت معنا مباشرة من القدس نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعض الفاصل نقابات عملية تدعو لإضراب عام في فرنسا اليوم والحكومة تستعد لتمريد موازنة العام القادم بصلاحيات خاصة غارات روسية على منشآت أوكرانية للطاقة وواشنطن ستسرع نقل أنظمة مضادة لطائرات لكييف اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران رغم القمع ودعوة أممية لوقف الانتهاكات ضد الأطفال ولي عهد الكويت يفتتح أعمال مجلس الأمة ويدعوه للابتعاد عن المهاترات ويتعهد بمحاسبة الحكومة السورالية تتخلى عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل تل أبيب تحتج والسلطة الفلسطينية ترحل أهلا بكم من جديد يعقد مجلس النواب الليبي اليوم جلسة رسمية يبحث خلالها استكمال مناقشة عدد من الملفات العالقة في مقدمتها جدول المرتبات الموحد وقانوني الأمن الداخلي والمحكمة الدستورية بالإضافة إلى عدد من الملفات أهمها المناصب السيادية ومذكرة التفاهم الأخيرة بين تركيا وحكومة الوحدة وتأتي الجلسة عقب زيارة سريعة أجراها رئيس المجلس إلى القاهرة التقى خلالها المبعوث والسفير الأمريكي ومساعدة وزير الخارجية بحث خلالها سبل توزيع العائدات بعدالة بين الأقاليم وسبل الوصول للانتخابات التحركات التي تشهدها الخرطوم من تقارب بين مختلف القوى السياسية نعاكست على المشهد لتصبح حالة من التفاعل أو لتصبق حالة من التفاؤل بقرب الوصول إلى تفاهمات قد تقود إلى حل الأزمة التي يعيشها السودان وذلك قبل أيام من الذكرى الأولى للإجراءات التي اتخذها مجلس السيادة العام الماضي عادل عيدام معه التفاصيل أيام عدة تفصلنا عن مضي عام على يوم الفراق بين العسكريين والمدنيين منذ ذلك اليوم بات شارع السودانية ترقب الخلاصة من أزماته الاقتصادية عبر الاتفاق السياسي وتخوفا من استمرار حال الاحتقان والاحتجاجة مبادرة دي بيكات رتا انا ما شايفين في أي شي مبادرة كدباز ومبادرة تجيد مبادرة المحامين مبادرة جامعة الخرطوم نحن دارين الناس كلها تقعد مع بعض كل كدو سودانيين نقعد في دائرة مستديرة ونحل المشكلة دي احنا طبعا عاوزين الحاجة انه يتفقوا كلهم مع بعض حتى تكون حاجة كويسة للسودان لأن السودان وصل لإضائقة شديدة في ظل التقاطعات وأوجه النظر المتعددة انا شايف انه الموضوع ده بعيد حتى لو وصلنا لتسوية سياسية ممكن تاني نصل لمرحلة تانية بتاعدى يعني اضطراب سياسي مبادرة عدة قدم بعضها وصفت بالإقصائية لأنها استبعدت الجيش وأخرى روجت لبعض وجوه النظام السابق وغيرها جاء لضمان بقاء بعض القوى السياسية في الحوار ومبادرة لم تلقى ترحيبا لعدم علاجها لجذور الأزمة رغم محاولتها ضمان الحد الأدنى من التوافق هناك تفاوض فقط الآن في مسار واحد والذي يختص بالوثيقة الدستورية التي خرجت من نقابة المحامل لكن كل المبادرة السابقة التي استمع إليها المكون العسكري وربما استمع إليها المكون الدولي أيضا لأنها قدمت أيضا للأطراف الدولية هي حتى الآن ليست من ضمن خارطة الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله الآن رغم رسائل التفاؤل من أطراف مختلفة طاغت على أجواء الخرطوم هذا الأسبوع لكن التخوف من مفاجآت اللحظات الأخيرة يعطل الاتفاق هناك كثير جدا من القرارات أو الاتفاقات التي تدرس بين الأطراف لكنها تتوقف في آخر لحظة بفعل فاعل موجود في المشهد السياسي في مكان ما أو أحيانا لتغيير الظروف التي تحيد بالعملية التفاوضية فإنشاء رد فعل يطيح بالاتفاقات هذا المكان قد يشهد مواجهات متكررة في الخامس والعشرين من هذا الشهر دعت قوى المكون المدني لها لكن في غرف أخرى يجرى العمل ومسابقة الزمن للتوصل إلى حل يلغي الغلاءات الثلاث والدخول إلى مرحلة الاتفاق على تشكيل الحكومة عاد العيدان العربية الخرطوم نعود إلى أشياء الليبي وينضم إينا من بنغازي مراسل العربي محمد مسعود أهلا بك محمد بذاتا لو تطلعنا على أهمية هذه الجلسة وأبرز القضايا التي سيتم بحثها خلالها نعم إبراهيم نبدأ من الشقة الأخير من سؤالك فقد وصل رئيس ميس النواب منذ لحظات في هذا المقر الذي هو من خلف الآن مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي ومن المفترض أن تناقش هذه الجلسة ثلاثة ملفات أهمة بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أولها استكمال مناغشة قانون المرتبات الموحدة وجدول المرتبات الموحدة لكافة قطاعات الدولة وأيضا استكمال النقاش والتصويت على قانون جهاز الأمن الداخلي واستكمال باقي البنود التي يتوقف عليها السياغة وإقرار هذا القانون وأيضا من المفترض أن يتم مناغشة القانون الداخلي للمحكمة الدستورية العليا هذه الملفات الثلاثة هي التي من المفترض أن تناقش إبراهيم خلال هذه الجلسة في هذا المقر اليوم علمنا من مصدرنا الخاصة بأن رئيس مجلس النواب ينوي أيضا طرح ما دار بينه وبين السفير الأمريكي بالعاصمة المصرية القاهرة خاصة البند المتعلقة بالتوزيع العادل للثروات ومن المفترض أن يكون هناك مقترح يقدم خلال هذه الجلسة إنما كان هناك نصاف في هذه الجلسة يتم أخذ يعني أراء النواب في هذا المقترح ويكون هناك توزيع ما بين المصرفين المركزيين في العاصمة الليبية طرابلس وفي مدينة بغازي هنا في شرق البلاد وأيضا مذكرة التفاهم المبرمة ما بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وما بين الدولة التركية أو ما بين الجمهورية التركية هذه أو هذين الملفين أيضا من المفترض أن يتم طرحهما خلال هذه الجلسة اليوم أو صور رئيس مجلس النواب يعني أمام دقائق إبراهيم لانطلاق هذه الجلسة التي سوف تناقش كل هذه البنود إما المعلن منها أو حتى نتحدث على غير المعلن والذي من المفترض أن يتم أيضا مناقشته في هذه الجلسة اليوم شكرا محمد مسعود ونتمنى لك أن تستمتع بأمطار الخير التي تسقط على بنغازي الآن شكرا لك مراسل العربية محمد مسعود بنغازي نشرت تهيئة الأمم المتحدة تقريرا بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر المصادف للسابع عشر من أكتوبر قالت فيه أن مليار وثلاثمائة مليون شخص في العالم ما زالوا يعيشون فيه فقر متعدد الأبعاد نصف نصفهم تقريبا من الأطفال والشبان وكانت أثار جائحة كورونا وتدعيات الحرب الروسية الأوكرانية الجارية أزمت الوضع على كثير من البلدان بما فيها العربية مراسلتنا في بيروت وأيضا من الخرطوم وتونس نقلوا لنا الوضع في سياق هذا التقرير في اليوم العالمي للقضاء على الفقر يبدو أنه لا يزال أمام اللبنانيين طريق طويل للصعود من قعر الأنهيار مع استمرار وجود أوجه الفساد أخر أرقام أصدرتها الأسكوا تحدثت عن أن الفقر متعدد الأبعاد طال 80% من عدد السكان أزمة أثرت حتى على الأمن الغذائي إذ بات أكثر من مليوني لبناني بحاجة إلى المساعدة للحصول على طعام واحتياجات أساسية أخرى بحسب بنك الغذاء العالمي وكما بات معلوماً يعيش في لبنان أسوأ أزمة اقتصادية خسر فيها المواطنون مدخراتهم المصرفية وارتفعت نسب البطالة مع ارتفاع نسب التضخم فيما اختفت الطبقة الوسطى التي كانت تشكل الأكثرية بين اللبنانيين هذا في لبنان أما عن الأوضاع في السودان فيطلعن عليها الزميل محمد عثمان في السودان بلغت نسبة الفقر حوالي 36% وعشر في المئة وفق آخر إحصائية للحكومة السودانية في عام 2014 تقول الإحصاءات إن 11 مليون وسبعمائة ألف سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي وذلك وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي وزير المالية السوداني قال إن تجميد العلاقات مع مجموعة البنك الدولي يسبب أضراراً بالغة للشريحة الأفقر من المواطنين وأضاف إن أجر الموظف السوداني يكفي احتياجاته لثلاثة أيام فقط بحسب بعض المراقبين فإن الإطرابات السياسية التي تمر بالسودان تسببت في زيادة معدلات الفقر في جميع أنحاء البلاد فضلاً عن الإجراءات الاقتصادية التي يصفها البعض بالقاسية وكذلك ما تسببت به جائحة كورونا من أضرار كبيرة في القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى مشكلات الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات تسببت في تعقيد الواقع الاقتصادي نذهب إلى تونس لنرى كيف تبدو صورة الوضع هنا في تونس لا يختلف كثيراً عن الوضع في سودان أو لبنان هنا ترتفع معدلات الفقر والبطالة والتذخم وتتدهور المقدرة الشرائية توقعات البنك الدولي تفيد بأن تتزايد وتتسارع نسب الفقر بمعدل 1.1 نقطة مئوية لتبلغ 3.4% نهاية هذه السنة مدفوعة بتدعيات الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والحرب الروسية الأوكرانية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتوقع أن يشمل الفقر أكثر من 4 ملايين تونسي من أصل 12 مليون مصادر رسمية تونسية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكدان أن نسب البطالة سترتفع من 15% لتصل إلى 20% ما لم يتم إنعاش الاقتصاد نسب التضخم قد تقفز كذلك من 8.1% إلى 10% ما لم يتم اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية موجعة أعلن المرصد السوري مقتل 58 شخصا خلال نحو أسبوع من المعارك بين فصائل مسلحة في ريف حلب وذكر المرصد السوري بأن من بين القتلى عشرة مدنيين مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع نظرا لوجود جرحة بعضهم أو بعضهم في حالة خطرة هذا وعبرت السفر الأمريكية في سوريا عن قلق واشنطن الأميق من أعمال الأنف الأخيرة في ريف حلب داعية جميع الأطراف إلى حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم تساعد الحكومة الفرنسية لإجازة مشروع موازنة 2023 باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تسمح لها بتجاوز إجراء تصويت في البرلمان بعدما فقد الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون أغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية منذ الانتخابات التشريعية ومن المتوقع أن ترد أحزاب المعارضة الفرنسية باقتراح لحجب الثقة عن حكومة إليزابيث بور تحت قبة البرلمان الفرنسي تحتدم المواجهة بين التحالف المؤيد لمكرون وخصومه السياسيين من أقصى المين إلى أقصى اليسار على خلفية مناقشة مشروع موازنة العام 2023 التطور الجديد تمثل بإعلان رئيسة الوزراء الفرنسية أن الحكومة تعتزم تمرير مشروع القانون حتى من دون الرجوع إلى رأي الغالبية البرلمانية التي أصبحت منذ التشريعات الأخيرة في يد المعارضة وتحظى الحكومة بسلاح دستوريا فالفقرة الثالثة من البند التاسع والأربعين من الدستور يسمح لها بتمرير أي مشروع قانون إذا فشلت المفاوضات مع المعارضة أعتقد أن الفرنسيين يريدون موازنة ولا توجد أغلبية للتصويت عليها جميع المعارضين قالوا إنهم لن يصوتوا لهذه الميزانية ونحن بحاجة لإعطاء رواتب للموظفين ولرجال الإطفاء وفي حال قررت معارضتنا عدم تصويت على الميزانية فلا خيار أمامنا سوى اللجوء إلى مادة الدستور التاسعة والأربعين الفجوة تتضاعف بين الحكومة والأحزاب المعارضة فبينما يتصعد التوتر حول أزمة الوقود التي تسبب بها إضراب عمال مصاف النفط احتجاجا على تدني أجورهم والذي لقي تأييد النقابات وأحزاب اليسار كما ظهر خلال تظاهرة الأحد الحاشدة في باريس يأتي مشروع قانون موازنة العام المقبل ليعزز هذا الخلاف سنقوم بالفعل بتقديم اعتراض للتنديد بقرار الحكومة ونأمل أن التعديلات التي تم التصويت عليها في البرلمان سيتم تنألها في النص النهائي وبينما ينتقد أقصى اليسار بشدة سياسة التقشف يرى أقصى اليمين في توقعات الحكومة للموازنة العامة نوعا من الأوهام والأكاذيب أعتقد أنه يوجد حاليا في فرنسا بالفعل علاقة كبيرة بين الحركة النقابية والحركة الاجتماعية للمواطنين من أجل النهوض بالحقوق الاجتماعية وزيادة الأجور على سبيل المثال ولكن أيضا من أجل احترام المبادئ الديمقراطية التي تتعرض للهجوم من قبل الحكومة وفي ظل هذا التجاذب دعت نقابات عمالية إلى أضراب عام ثلاثاء حيث ستشهد قطاعات النقل والتعليم والطاقة وغيرها توقفا عن العمل للمطالبة خصوصا بزيادة الأجور أسبوع مليء بالتحديات ينتظر الحكومة الفرنسية التي تعتزم تمرير مشروع قانون ميزانية العام المقبل دون تصويت في حال فشلت في إقناع الغالبية البرلمانية وهو ما يمتيحه الدستور هذه الخطوة تتزامن مع أزمة وقودا خانقة تعصف بالبلاد تستغلها أحزاب سياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار زين عدي العربية باريس عملت الشركة الملكة لتطبيق التواصل الاجتماعي برالل في بيان الناس صحفي عن تواصلها لتفاهم مبدئي لباع التطبيق إلى مغني أراب الأمريكي كانيا ويست يأتي ذلك في ظل سعي ملحوظ من قبل رجال أعمال وساسة إلى تأسيس وشراء منصات تواصل اجتماعي كإيلون ماسك ورئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قائمة المتنافسين على شراء منصات التواصل الاجتماعي يضاف إليها شخصية جديدة مثيرة للجدل كانيا ويست مغني الراب الشهير أعلن رغبته في شراء شبكة بارلر الاجتماعية التي تعتبر قريبة من تيار المحافظين والمؤيدين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إثارة الجدل ليست بالأمر الجديد على كاني ويست شبكة تويتر وإنستغرام كانت علقة حساباته لفترة بسبب معادات السامية وهو ما يراه مراقبون سببا وجيها واحدا لإعلان نيته شراء منصة بارلر أما السبب الأعمق فقد يكون طموحاته السياسية فقد ترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 في الوقت ذاته تواجه منصة فيسبوك وتويتر انتقادات متزايدة بشأن حجب عدد من التعليقات والحسابات بحجة خرق القواعد ومن بينها حساب رئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسبب اتهامه بالتحريض على العنف هضروا وحجبوا حسابات ترامب على أغلب منصات التواصل الاجتماعي دفعته لإطلاق منصة تروث سوشيل التي اعتبرها مراقبون آداة لرص صفوف معسكره السياسية ومن ترامب لرجل الأعمال إيلون ماسك الذي ما زالت صفقة شرائه لموقع تويتر تترنح بين النجاح والفشل ترامب وماسك ووست ثلاثة عوالم مختلفة هو أداة واحدة لتحقيق الأهداف على اختلافها التواصل الاجتماعي علي السمان العربية في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عنوينها غارات روسية على منشآت أوكرانية للطاقة وواشنطن ستسرع نقل أنظمة مضادة للطائرات لكييف اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران رغم القمع ودعوة أممية لوقف الانتهاكات ضد الأطفال ولي عهد الكويت يفتتح أعمال مجلس الأمة ويدعوه للابتعاد عن المهاترات ويتعهد بمحاسبة الحكومة وإسرائيل تتخلى عن اعترافها بالقدس عاصمة استراليا تتخلى عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل كلا لقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة